حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين حدثني ابو نهيك حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها فقال اللهم جمله قال فرأيته وهو ابن اربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد قال سمعت ابا نهيك يقول سمعت ابا زيد عمرو بن اخطب قال رأيت الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرجل قال باصبعه الثلاثة هكذا فمسحته بيدي حثنا علي بن الحسني يعني ابن شقيق حدثني الحسين بن واقد حدثني ابو نهيك الازدي عن عمرو بن اخطب قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناوته فقال اللهم جمله قال فرأيته بعد ثلاث وتسعين سنة وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا تميم بن حويص قال سمعت ابا زيد يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرة مرة قال شعبة وهو جد عزرته هذا حثنا حجاج بن نصير الفساطيطي قال ولم أسمع منه غيره قال حدثنا قرة بن خالد عن أنسي بن سيرين حدثني أبو زيد بن أخطب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جملك الله قال أنس وكان رجلا جميلا حسن السمت حسن إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا خالد عن أبي قلابت عن رجل من قومه قال خالد أحسبه عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار فوجد قوتارا فقال من صنع هذا أوي كما قال شك إسماعيل فخرج رجل فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كريه وإني عجلت نسيكتي قال فأعد قال والله ما عندي إلا جذع أو حمل من قد قال فاذبحه ولا يجزي جذع عن أحد بعدك حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا خالد الحذاء حدثنا أبو قلابت عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر ديارنا فذكر معناه حدثنا أبو عاصمين حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر اليشكري حدثنا أبو زيد الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصل الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصل العصر فصعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا حدثنا أبو عاصمين حدثنا عزرة حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني وامسح ظهري وكشف ظهره فمسحت ظهره وجعت الخاتم بين أصابعي قال فغمزتها قال فقيل وما الخاتم قال شعر مجتمع على كتفه حدثنا أبو عاصمين حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له الجمال قال وأخبرني غير واحد أنه بلغ بضعا ومئة سنة أسود الرأس واللحية إلا نبذ شعر بيد في رأسه حثن إسحاق بن عيسى حدثناه شيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق أثنين وأرق أربعة حدثنا سريج بن النعمان حدثناه شيم أخبرنا خالد حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل ذلك يعني مثل حديث منصور عن الحسن أن رجلا أعتق ستة مملكين له وقال فيه فأقرع بينهم ترجمة نانسي قنقر